وصية الأب الحكيم لابنه عند زواجه فقد قال له يا بني وهذه وصية من أحد الأدباء يعني ولعله من الأدباء المعاصرين في عصرنا أراد أن يعني يكتب لولده أو يعطي ولده وصايا عشرا كهذه التي كتبتها أو أوصت بها الأم ابنتها قال له أي بني إنك لن تنال السعادة في بيتك إلا بعشر خصال تمنحها لزوجك فاحفظها عني وحرص عليها أما الأولى والثانية فإن النساء يحببن التدليل ويحببن التصريح بالحب فلا تبخل على زوجتك بذلك فإنك إن بخلت جعلت بينك وبينها حجابا من الجفوة ونقصا في المواد نعم يقول له يعني عليك أن تدلل زوجتك النبع عليه الصلاة والسلام كان يقول لها يا عائش رضي الله عنها وكان يقول لها يا حميراء أو خذو يعني كان يلقبها بذلك نظرا لجمالها وحمرتي وجهها رضي الله عنها وأرضاها وكان كذلك لما يسأل من أحب الناس إليك يقول عائشة قيل له من الرجال قال أبوها رضي الله عنهما فهاتان وصيتان مستفادتان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأما الثالثة فإن النساء يكرهن الرجل الشديد الغليظ ويستخدمن الرجل الضعيف اللين يعني لا تكن شديدا على طول الخط ولا لينا على طول الخط وإنما تجعل لكل وقت ما يناسبه الرفق والرحمة في وقتها والشدة إذا قصرت المرأة في حد من حدود الله سبحانه وتعالى وأما الرابعة فإن النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج من المرأة يعني النظافة والطهارة والتعطر والتطيب افعل ذلك معها وأما الخامسة فإن البيت مملكة لهذه الأنثى فلا تنزعها في هذه المملكة يعني اعطيها مكانتها في هذه المملكة وهذا لا ينفي أن تكون القوامة للرجل مع احترام لهذه المرأة وأما السابعة فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وهذا سر الجمال فيها وهذا ليس عيبا فيها فالحاجب زينه العوج فلا تحمل عليها إن هي أخطأت حاول أن تقيم أو تقييم المعوج ولا تحاول كسرها وإنما تحاول التعليم والنصيحة والتأديب بلطف ولا تكسر هذا العوج ولا تحاول أن تكسر هذا العوج وكسرها طلاقها وإنما عليك بالرفق هي عندها نوع من العاطف الزائد الرجل عنده نوع من العقل الزائد وكل واحد منهما له ما يميزه في هذا ومن أجل ذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى قال وأما الثامنة فإذا رأيت منها كفرا للعشير أو جحدا لمعروف وقالت لك ما رأيت منك خيرا قط في وقت غضب فلا يحمل أنك هذا على كرهها وبغضها فإنك إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر وهذه أيضا مستفادة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وأما التاسعة فإن المرأة تمر بحالة من حالات الضعف الجسدي والنفسي وهذا عندما يأتيها العزر الشهري المعروف عند المرأة من الحيط فيقول له كن ربانيا معها في هذه المرحلة الله تعالى خفف عنها في هذه الأوقات فوضع عنها الصلاة وأخر عنها الصوم فتفطر وتقضي بعد ذلك رفقا بحالها وبضعفها في هذه المرحلة فكن أنت كذلك رفيقا رحيما متصفا بهذه الصفة التي عاملها بها ربنا سبحانه وتعالى في هذه المرحلة قال وأما العاشرة فاعلم أن المرأة أسيرة عندك فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفها تكن لك خير متاع وخير شريك الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظرت إليها سرتك وإن غبت عنها حفظتك وإن أمرتها أطاعتك هكذا أيها الإخوة هي الوصايا الحكيمة من الأم لابنتها عند زواجها والوصايا الحكيمة من الأب لابنه عند زواجه إذا التزم كل من الزوجين بهذه الوصايا لله محتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى غاضين الطرف عن تقصير الشريك في هذه الحياة استقامت الحياة وسعد بيت الزوجية وامتلأ بالمودة والرحمة كما أراد ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة